السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير احدى الصفحات عاملة سؤال الجمهور عن دور الفنانة ريهام حجاج في مسلسل صدفة انا في رمضان الحالي في بعض المسلسلات شفت بعضها اجزاء من حلقات كده الحاجة الوحيدة اللي شدتني هو مسلسل صدفة انا مش غاوي مسلسلات لان كمان لما بتيجي المسلسلات على الفضائيات باللاحظ كمية اعلانات كبيرة جدا اكبر من حجم المسلسل نفسه فكنت بتابع مسلسل صدفة على الانترنت المسلسل صراحة شدني واسعدني وكنت بتابعه باهتمام وتشوق كبير والفنانة الكبيرة ريهام حجاج قدت دور صدفة الدور كان صعب جدا قدته بتمكن واقتدار فكنت عليقي وده حقي حق الدستوري ان اعبر عن رأيي انا حر في رأيي زي ما غيري حر في رأييه قلت افضل مسلسل في رمضان ورهام حجاج افضل ممثلة في رمضان هذا العام بجدارة واستحقاك فيما يبدو والله اعلم اغلب الزن في لجان بتبقى متسرحة لحد ضد الفنانة الكبيرة رهام حجاج لان التعليقات مش ممكن ضدها بطريقة كبيرة جدا وبعدين لو في سبعتاشر الف تعليق على هذا البوست ايه اهمية التعليق اللي انا قلته انهم يدخلوا يعلقوا عندي كمان احدهم قال لي عيني في عينك كده قلت له انت مالك كل واحد حر في تعليقه فجأت قال لي اسف حسنت من ردي وقلت له بارك الله فيك نشوف احدهم مين بدارة واسحاده لاخوتك ها 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 ردت وقلت له دمك تقيل يا تقل دمك يا باي ايه العلم الغلسة دي ايه العلم الرخمة دي انتو مين يا لها انتو جئين من اين يخرب بيوتكم وماليتوا البلد يردوا يقول لي على قلبك انت بس كلهم ضحقوا عليك كلهم ضحقوا علي يا ابني يا دول مأجورين يا ابني والله اعلم انت ايه لما نشوف اللي كلهم ضحقوا علي يا دول انا شايف فيه 19 ضحقوا على روحهم و11 اعجاب بشكرهم جدا محترمين انتو ناس محترمة واثنين اغضبني تحر في رأيك وواحد احبابته تشكرين قد ترخيرك اعتقد انها حملة موجهة ضد الفنانة الكبيرة رهام حجاج احدهن لانها من النتي قالت طبعا دي نقطة واحدهن برضو من النتي قالت بجد والنبي وبتتمهزق كده واحدهن برضو من النتي قالت ايه ده هو فيه ممثلة واسمها رهام حجاج اول مرة اعرف سمعك تقيل نظرك على قده واحد من اعداء الوطن بيقول طبعا ما استغربش من تصريحك لما شفت شعار الزمالك ده انضف حاجة في العالم هو الزمالك وشعار الزمالك ومش اي حد نخليه شجع الزمالك ده انضف حاجة في العالم ده يلا اللي عامل تتر المسلسل الملحن العبقري الزمالكاوي الكبير الفنان الكبير عزيز الشفعي افهم بقى عامل تتر المسلسل على اعلى مستوى ومش بس كده ده عامل كمان تتر فوزير فرش وتتر مسلسل صدفة وتتر فوزير فرش هم احلى فقرتين تقدموا في رمضان السنة دي الحان الفنان الزمالكاوي الملحن الكبير عزيز الشفعي افهموا وفيه بقى الاستاذ عاطف ايوب راجل محترم بيقول لي والله عندك حق انا معرفش في ايه الناس ملها لو انتو الجام بتقبضوا من الحكاية دي خلاص بقى انا مالي اديكوا بتسترزقوا بلا هم بلا اعرف بس ملكوش دعوا بتعليقي ادخلوا انتو علاقوا براحتكم ملكوش دعوا بقية لكن عايز اقدم نصيحة ان فيه حاجة اسمها العقل الجمعي الاماعة اللي بيبقوا معا 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 ما يلاقوا التعليقات موجادة دحد معين شخصيتهم ضعيفة بيتأثروا بيقولوا رائي يمشي مع رائي الاغلبية اللي كاتبين التعليقات ويعيشوا في الدور ويبقوا لمؤخذة ام معا ده العقل الجمعي او اللعب في الوعي الجمعي دي من الاساليب اللي بيمارسها اللجان والمخطط اللي بيتعمل ضد احدى الشخصيات انا هحرق دمكو فنانة جميلة فنانة كبيرة وكمان نجمة القرن الفنانة الكبيرة ريهام حجاج في النهاية شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله انسيت اقول لكم حاجة احسن ممثلة في العالم واحسن ممثلة في المجرة اشتركوا في القناة